حديث البلد شكرا لك وأنتم كذلك بداية هل بالإمكان أن نبدأ برنامجنا من تهنئة من جنابك إلى العالم بمناسبة رئيس السنة الجديدة بكل تأكيد تحية لجنابك ولكادر هذه القناة وأتقدم إلى العراقيين وإلى العالم أجمع بالتهنئة والتبريك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى جميع الأخوة والعراقيين بشكل خاص بألف خير ويمن وبرك إن شاء الله وكل عامهم بألف خير إن شاء الله وأنتم بألف خير إن شاء الله وأنت بألف خير سمحت السيد نسأل بداية هناك من يكون عادة يعني لديه تحفظ انطلاقا من مباني دينية ومعتقدات في أن التهنئة برأس السنة الميلادية أو بالميلاد الميمون لسيد المشيح هذه من ربما يعني عادات التشبه بالغروب التالي ربما يضعها تحت عنوان حرام ماذا تقول؟ تحية لك أولا التهنئة بحد ذاتها فعل حسن لا ضير فيه إطلاق من الناحية الدينية أبدا من الحسن أن تهنئ الآخر وأن تبارك له يوما سعيدا طيبا وأن تتمنى له عاما سعيدا وهذا بحد ذاته فعل لا ضير فيه أما إذا تعلق هذا الأمر بالتهنئة بمناسبة مولد السيد المسيح سلام الله تعالى عليه فهو من أولي العزم من الرسل وتهنئته وواجبنا ووظيفنا ووظيفتنا أن نسلم عليه ولذا أينما يرد السيد المسيح نقول عليه السلام فبكل تأكيد التهنئة سواء تعلقت بالسيد المسيح سلام الله عليه أو بسائر المسيحيين أو بالعراقين أي طيبة وحسنة بحد ذاتها وأنا أؤكد صرحة ذلك ولا غبار عليه وأقول لهم عام سعيد وكل عام وأنتم بألف خير مسيحيين أو غير مسيحيين هذه النقاط التي انطلقت منها الآن جنابك ومن السؤال الذي طرحت على سمحتك التطرف بدأ أداة سياسية ثم انتشر له صفحات في حياة الناس اليومية لا هذا موضوع التطرف بتقديري هو موضوع سلوكي إلى حد كبير وموضوع فكري وذهني بمعنى ماذا؟ أنا بتقديري بدأ التطرف في المجال الديني إلى حد كبير واستلهمه السياسيون أو اقتبسه السياسيون أو وظفه السياسيون إلى حد كبير عبر التاريخ جيد وتعلم جنابك أن السياسة تنطلق من الاقتصاد والمال والمصالح ونحو ذلك ولذا كل ما تستلزمه تلك المصالح والمواقف السياسية إذا اقتضى أن يتطرف المرء بغية استقطاب الآخرين ويتطرف في خطابه وأفكاره ورؤيته وقراءته إلى الحياة وإلى المباني الثقافية والفكرية فبتقدير التطرف ينشأ أينما وجد الجهل وأداته التجهيل فأينما وجد الجهل تجد أينما وجدت الأمية أينما وجد الخلل في منظومة الوعي في تراجع النخب الثقافية والفكرية بكل تأكيد بموازاة ذلك أو بإزاع ذلك تجد أن هناك تطرف من خلال قراءة الموقف الديني قراءة المجال الثقافي أو الإثني أو القومي أو العرقي أو نحو ذلك إلا أنه في الغالب التطرف ينشأ من ظروف عقدية دينية حينما يرى الذي يعتنق تلك العقيدة ما يرى أن عقيدته هي من تمتلك الحقيقة وأن نسائر على العقائد الأخرى وعلى الآخرين أن يأخذوا الحقيقة وأن يستندوا إلى الحقيقة التي بين يديه والتي يعتقد بها من هذه الناحية يبدأ التطرف وينسج حضوره وتأثيره على الآخرين فالتطرف بتقديري يعني التطرف بدأ في المجال الديني والمجال الديني هو أكثر المجالات التي تركز وترسخ التطرف بشكل متجذر وشكل يمكن معه تحقيق كثير من المصالح ويمكن معه شخصا كثير من الأمور نعم طيب سمحت السيد إذا أردنا أن نقول أن هناك مناهج خلاصتها تؤسس للتطرف هل التطرف الآن أداة سياسية أم هذا منهج عقائدي يقود إلى أن يجعل الإنسان يدور حول نفسه في عقائده ويرفض الآخر لا التطرف نسق من الفهم هو نسق من الفهم نسق من الوعي لكن هذا الوعي يقوم بتقديم صورة فكرية وصورة ثقافية معينة أو صورة عقدية معينة هذه الصورة صارمة وجامدة إلى الحد الذي لا يسمح معها بشيء من الاعتدال والتسامح ولا يسمح معها بقبول الآخر حينئذ يقدم هذا المبنى وهذا الخطاب بهذه القضية هذا التطرف يتم توظيفه من خلال من؟ يوظف تارة أن توظفه مؤسسات لبقائها وكل غالب توظيف التطرف إنما الهدف منه وجودي وحضور تريد بعض المؤسسات تقدر تقول لي هالمؤسسات شوية لو هذا خط حمر؟ أنا أدري سماعتك ما عندك لا أكثر المؤسسات التي تمارس التطرف هي مؤسسات دينية بكل تأكيد وتستخدمها لبقائها حتى تستمر في مومة بالمؤسسات الدينية بشكل عام أقول دينية أتمنى على المتلقي أن لا ينصر فهم إلى المؤسسة الإسلامية لا مطلق المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية بكل تأكيد رجال السياسة والسلطة والحكم ونحو ذلك في الغالب في الأنظمة الشمولية بشكل خاص وفي كل الأنظمة لكن في الشمولية تتركز عادة ما يستخدمون ويوظفون التطرف استدعاء التطرف من هذه الناحية يمنحهم إذا جاء طمئنان في حضورهم ووجودهم وتأثيرهم فهم يمارسون التأثير من خلال توظيفهم للتطرف سمحت السيد مداخل إذا سمحت لي تفضل في قضية التوظيف المؤسسات الدينية للتطرف حتى تستمر في بقائها ووجودها جنابك أشرت إلى أنه تتمنى على المتلقي أن لا ينصرف ذهنه إلى المؤسسة الدينية الإسلامية في غير الإسلامية هذا غير موجود في المسيحية هذا ما عندنا التطرف يتقوده مؤسسة الدينية ولا في اليهودية لهذا موجود هناك لا لا ما يكون بس المؤسسة الإسلامية تستخدمه لا بالتأكيد خوة قراءة المتلقي القراءة العامة يعني قد لا يتضح موجود لا التطرف موجود في كل خطاب ديني بدرجات متفاوتة وفي منظور التصور والمصداق بالمنطق هذا يقولنا بس للإسلامية هي مصداقة هذا لا لا أسمح لي المصداق فيما إذا نظرنا إلى حالة محددة بعينها وأردنا انتزاع هذا المعنى احنا الآن بصدد بصدد ماذا بصدد بيان خطاء نص ديني اعتقدنا مو اعتقدنا قررنا أن التطرف ينشأ من الفهم الديني الفهم الديني مو بالضرورة أن يكون فهم الديني إسلامي لا الفهم الديني شامل للإسلامي وغيره أعام من أن يكون مسلم أو غير مسلم خوش خلي خلي مصداق اليمين الجدد اليمين الجدد مثلا بأمريكا لا أسمح لي تاريخيا حينما نريد أن نقارب الأديان والنصوص الدينية كيف نقاربها مو من سلوك الناس لا من أصلي دلالة النصوص هذه النصوص التي جاءت بها الكتب المقدسة وحملة وتلقاها أو تلقى تبنى تقديمها وفهمها الكهنوت رجال الكهنوت والمؤسسات الدينية ورجال الدين هذه المؤسسة وهذا الكهنوت هو من يقارب هذه النصوص الدينية ويقدم لها دلالات وفهم يأخذ شكل التطرف والإقصاء والتهميش للآخر هذا موجود في جميع الديانات لكن بالدرجات متفاوتة وفي حقبة تاريخية متفاوتة في حقبة تاريخية معينة كانت تطرف في المسيحية تطرف أدى إلى سفك دماء لا نظير لها وكذلك في اليهودية وهذه القضية معروفة وقد لا يسعى المجال إلى إرادة التفصيل على نحو الدقة والضبط من هذه الناحية اليوم المؤسسة الإسلامية متطرفة فيها تطرف نعم هناك تطرف هذا التطرف له أشكال ويتصور بداعش وبوكوحرام والقاعدة وجميع من يحاول أدلج النصوص الدينية بمعنى أن يستدعي النص الديني ويحاول أن ينتزع منه حضورا ووجودا حزبويا أو سياسيا بكل تأكيد هذا يمارس التطرف على وجه الحتم والضرورة عظيم بدون شكل لأنه لا يمكن أن يقدم نصا دينيا متسامحا لأنه أساسا يقدم النص الديني على أنه نص يختص بالحقيقة لوحده دون سواه وعلى الآخرين استلهام ومعرفة الحقيقة من خلاله وهو يقدم المباني الحزبية والمباني السياسية ونحو ذلك الأمور بوصفه هو الحارس الأمين لها دون سواه هذا بحد ذاته من لوازمه قطعا يتحقق التطرف فألا كيف يمكن أن يقدم غير حزبة على حزبة أو غير تجاه السياسي على سياسة ولذا أنا دائما أقول كلمة أقول في الدول التي تتبنى نسقا دينيا يعني دولة تستدعي لإدارة السلطة وإدارة الدولة نسقا دينيا تؤسس عليه فلسفة الدولة وسياسة الدولة بدون شك هذه الدولة ستدعو إلى الانقسام طيب سواء دعت ليش بدعو الانقسام ليش لأنه لا يمكن لدولة أن تقوم على أساس نسق ديني أن تؤمن بالنسق الآخر بنفس الملاك ونفس القوة التي هاي يعني أنا مسلم ما ممكن أساوي بينه بين المسيحي ولا المسيحي يساوي بينه بين اليهودي ولا اليهودي بينه بين البوذي ولا الأديان الوضعية أو الإلهية يساوي بين رعاياها بين من يعني هذه القضية مبحوثة في كتب اللاهوتي والعقيدة لذلك حينما تقوم الدولة على أساس ديني قطعا يحصل الانقسام لأنه تعرف كتنوع في الآراء والأنساق الدينية كل دين بعشرات الأفهام التي تشكل نسقا مذهبيا معينا وكل مذهب وكل نسق يرى أنه هو الحق وأنه صواب وأنه الحقيقة معه لذا هو لا يتعاطى مع الآخر بوصفه صاحب حق وحقيقة فيحصل حتما يحصل الانقسام من هذه الناحية لذلك حينما دعونا إلى ضرورة مدنية الدولة بمعنى أن تكون الدولة لها مؤسسات قائمة على مرجعية الدستور والقانون وهذه المؤسسات فيها متخصصون يتولون إدارة هذه الدولة وبناء مؤسساتها على أساس من العدالة وفي غير مرة أؤكد على هذا المعنى أن المعيار الأساسي لصلاح الدولة صلاح السلطة من عدمها هو تحقيق العدالة أينما تحققت العدالة في بكل تأخير طيب السؤال الآن إذا كانت الدولة قائمة وغير قادرة على أن تشتغل بأدواتها وتحاول أن تستلهم طريقها من خلال وجود المؤسسة الدينية ربما هذا الواقع ينطبق عندنا في العراق المؤسسة الدولة تنتظر كل جمعة خطبة من المؤسسة الدينية المتمثلة بالمرجعية حتى تتحرك فيما تريد أن تتخذه من خطوات فهذا شي تسميه يعني هذا مو يشبه ولاية الفقه ولكنه بطريقة أخرى لا هذا إذا جاز لي التعبير دعني أستدعي المثل الشعب العراقي من هذه الناحية بالنسبة إلى السلطة السياسية فضل سيد شوف الذين يمسكون بالسلطة يتعاملون مع خطاب المرجع الأعلى للطائفة سماحة السيد السستاني إلى حد ما لو ليس مطلقا مثل المثل العراقي يقول حلاوة بجدر مزروف هاي سامحها؟ سامحها أي تماما هم يتعاملون بهذا المعنى يسوون حلاوة بجدر مزروف هم يزعمون أنهم على خطى سماحة المرجع الأعلى وأنه نزولا عند توجيهات المرجع الأعلى في حين أن ولاية المرجع الأعلى سماحة السيد السستاني ولاية معروفة للجميع لم يقدم سماحة السيد نفسك على أساس مبنى الولاية العامة التي من وظائفها تأسيس الدولة على أساس ديني من وظائفها أصدار حكم ولائي لجميع موظفي الدولة وقادة السلطة بكل تأكيد سماحة السيد السستاني لا يمارس هذا الدول ولكن هناك توجيه في موضوع سياسي أسبوعي أسمح لي لكن يمارس من هذه الناحية وقد أوضح سماحتها يمارس الجانب الموء الإرشادي بمعنى النصح والإرشاد بطبيعة الحال فقيه كبير مرجع لطائفه بما يتسع له مقامه ومنزلته قطعا لا بد أن يلامس الشأن العام والنظام العام أو ما يتعلق بالنظام العام أو إذا ما تعرض النظام العام إلى خلل أو نحو ذلك من الأمور التي يختضي والحال هذه أن يكون من المرجع بمستوى سماحة السيدسان يقول له رأي يقدم رأيه لا ضير أن يقدم رأيه وليس كل من يقدم رأيه في موقف سياسي أو في قضية تتعلق بالنظام العام هو يقول بولاية الفقيه العام وعلى الآخرين الإطاعة والإذعان والإلزام إنما تقدم هذه الأراءة ليس على سبيل الإلزام والحتم تقدم على سبيل النصح حتى إذا كان لها تأثيرا كبيرا كتأثير أن رئيس الوزراء حينما قدم استقال تقال استجابة لرأي المرجعي هذا الرأي صار مستوى تأثير سمحت السيد الآن لو رأي جنابك يقال على وسيلة إعلام الآن تفضل به وهو رأي يبقى في إطار ليس ملزما لمن يسمعه ولكن إذا تحول رأي ملزما لعدد كبير من الناس يأخذون به سيتحول إلى شيء آخر لا مرتين أتمنى عليك أن نحدد محل النزاع في هذه القضية أن نحدد محل الفكرة كيفية ضيق تؤسس الفكرة ليس على أساس فهم المتلقي يعني ليس في ضوء فهم المتلقي أو في ضوء استجابة رئيس مجلس الوزراء تتحدد المباني التي يؤمن بها سماحة المرجع الأعلى ربما أشرت إلى مستوى التأثير سمعت السيد التأثير غير التأثير غير التأثير بالغا ما بلغ لا يمكن أن يغير مبنى عكدي أو أصولي عد مرجع من مراجع التقنيل تأثير هذا بما لهم التأثير ومساحة بمعنى بما أن الناس لها فهم ولها مزاج ولها تأثير يعني خاضعة لما يمارسه التأثير العاطفي العكدي في مزاجهم هذا ما يلزم منه أن هناك ولاية عامة يقول بهال يعني إذا زاد مستوى التأثير إلى الحد الذي قد يكون بمرتبة الولي الفقيه الذي يلزم الناس بفتياه لن يكون هو ولاية فقيه وإن كانت لم تسمى لا لا أبدا أبدا قلت بالغا ما بلغت في السعة والانتشار لا تعد من هذه الناحية هذا الانتشار ليس ملاكا يؤثر على طبيعة الحكم ويؤثر على نسق الحكم في الحكم والفتوى ونحو ذلك بقدر ما هو استجابة معينة لخطاب هو فهم معين ولذلك دائما أقول أنا في أكثر مرة أتمنى على خطيب الجمعة أو في خطاب الجمعة أن يكون من الوضوح بمكان أن لا يحمل أكثر من دلالة للمتلقي تفاديا لحصول مثل هذه ربما كتبت شيئا في هذا الشأن كتبت أكثر من مرة وقلت أتمنى أن يكون الخطيب يخاطب والقوم بلغتهم بما يفهمون والبليغ من تكلم بلغة قومه أي باللغة التي يفهمونها كل ما عليه سماحة المرجع بحسب فهمي وأنا لست وكيلا أو ممثلا أو مندوبا أو نحو ذلك بقدر ما أنا فقيه أبين قراتي في رأي فقيه ومرجع الطائفة على سماحة السيد السستاني الرجل يقدم الأمور بشكل واضح وحريص ومسؤول وينطلق من ورعه وإيمانه وحرصه على دماء العراقيين لذلك هو دائما يحاول عرقنة الخطاب بمعنى يحاول أن يعطي خطاب فضاعا عراقيا وطنيا وهذا شيء يحسب له من هذه الناحية للأمانة يعني حينما يصل إلى قضية الدماء يقول دماء العراقيين حينما طالب بالجهاد الكفائي وجه دعوة ونداء عام إلى العراقيين وليس إلى مقلديه كما يفهم البعض وكما يتوهم البعض كل هذه الأمور حينما وجه نداعا فيما تعرض له تعرضه القوات الأمنية ومتطوعي الحشد قبل يومين واستشهد به مجموعة إلى أرواحهم الرحمة إن شاء الله تعالى من قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي وغير ذلك وجه سماحة السيد بأن القوات المنطوية تحت قيادة القوات المسلحة تعرضوا إلى هذا العراقي يعني كانت لغة عراقية لغة تذهب إلى الشارع العراقي وإلى الفضاء العراقي طيب وهذا شعور بالمسؤولية كبير يعني هذا لا يلزم بحال من الأحوال أن لا يلزم تغيير مبنى مرجع التغليد فيما يتعلق بنظرته إلى ولاية الفقه طيب هذا المنهج الذي يتحدث عنه الآن سماحة السيد هل استطاع أن يغير إجابا في المشهد العراقي خلال السنوات البعد 2003 في ظل صراع طائفي في ظل صراع على المصالح في ظل صراع حزبي وتقاطعات مصالح أقليمية هذه كلها الأربعة موجودة بالعراق نحن خلينا نفرز بين الموقفين بين ما هو سياسي وما هو ديني بكل تأكيد بإمكاننا؟ طبعا بكل تأكيد سمعت سيد تسمح لي في حضرتك أقول أنت رح ننتقي هسا رح ننتقي ما نريد لا 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 أسمع لي خلن نقرأ المشهد قراءة جيدة أنا مو معني بما يقرأه المتلقي وكثير من العراقيين بأن للمرجع الأعلى دور سياسي أو نحو ذلك خطأ يعني عليهم مراجعة هذا الموقف بدقة أنا كثقي أنا أقرأ ما يصدر عن المؤسسة الدينية وعن المرجع الأقرأه بما يقتصر عليه النص من دلاله وليس بما يفهمه المتلقي البسيط والخطاب الشعبوي مما يؤولوه ويحاولون تصديره أو بما تفرزه نظرية المؤامرة إذا جال التعبير أنا أكو فقيه يصدر بيان أو فتوى أو نحو ذلك هذا البيان عبارة عن لغة نص لغوي إلى دلالات أفهم النص بهذا المعنى التأثير الذي حصل هو تأثير له دوافع عاطفية بكل تأكيد يعني أكو تعاطف كبير مع وجود المرجع الأعلى هذا ما يلزم منه أن هذا التعاطف الكبير مع خطاب المؤسسة الدينية والمرجع الأعلى أبداً لا يلزم منه أن المؤسسة الدينية هي من تتولى إدارة الأمور نعم أحياناً الذائق العام للناس تطالب المرجع الأعلى والمؤسسة الدينية أن تتدخل في أدق التفاصيل وأن يكون لها دور اعتقاداً منها أن المؤسسة الدينية تمتلك قوة سحرية في التأثير على السياسيين وقد ثبت خلاف ذلك ثبت أن المرجع الأعلى يعلن بشكل واضح وصريح عبارة بحة صوتنا بماذا نفسر بحة صوتنا واحد يقول لك يا بحة صوتي كيف تفسر هذا يعني تعبت من المناشدة وتعبت من الحديث يعني هل يفسر هذا أن هناك استجابة وأن هناك إذعان في المشهد السياسي العراقي لما تراه وبحسب رؤية المرجع الأعلى بكل تأكيد المرجع الأعلى يقارب الأمور أنا لست من خرطاً في حزب أو جهة سياسية بقدر ما أقرأ مثل ما يقرأ الأخرون ولكن في الوبع العام رأي المرجعي مؤثر في المشهد السياسي العراقي بكل تأكيد وغير الأحداث حتى بعد تظاهرات واحد عشرة وما تلاها يعني دعا إلى أن يكون هناك دعت في خطبة الجمعة أو طالبت بأن يكون هناك تحقيق شفاف بنتائج معلنة وخمسة وعشرين عشرة رجعوا الشباب ظاهروا من جديد بعد أن توفرت هذه المساحة من الغطاء هو سماحة المرجع الأعلى لم يخفي أنا حينما أقول مؤسدينية بكل تأكيد والمرجعية الآن لفظ المرجعية أنا لا أميل إليه أميل إلي المرجع الأعلى حتى أحدد بشكل دقيق من هو المرجع الأعلى سماحة السيدستاني نحن نأخذ الاصطلاح الصحفي سماحة بس أنا حتى أكون دقيق أنا أعتقد أن المرجع الأعلى لم يخفي تأييده الواضح والصريح لمشهد الاحتجاج ودعم المتظاهرين السلميين حتى اللحظة ودعمهم دعما كبيرا لأنه بناءا وتأسيسا على فهمه لأن بالشعب مصدر السلطات من خلال فهمك للنص وموقف المرجع من خلال فهمك كفقي سماحة السيد لماذا دعمهم؟ دعمهم وبينت لك قلت لك الدعم استند إلى مبنى دستوري وهو أن الشعب مصدر السلطات حيث أن الذي يتظاهر هو شعب لذلك ألفت نظرك إلى قضية حينما خاطبهم وطالب السلطات بضرورة حماية المواطنين المتظاهرين من المواطنين وجد المرجع الأعلى أن المتظاهرين السلميين لما نسمىهم مواطنين بمعنى أنهم مواطنين هم متظاهرين بس متظاهرين بالقوة ومو بالفعل المتظاهرين بالفعل لأنهم يحضون بتعاطف الشارع العراقي من أقصى إلى أقصى ولذلك خاطبهم بذلك ووقف إلى جانبهم بشكل دقيق وواضح زين وحدد مسؤولية السلطات والأجدامية بشكل واضح وقال أن مسؤوليتها إذا كان هناك مندس أو غير مندس وظيفتها من هذه الناحية أن تتولى القاء القبض ومنع هذا المندس من الحق ضرر سواء بالجهاتب بالأجهزة الأمنية أو بالمتظاهرين السلميين جيد دعم فالتأثير الذي يمارسه المرجع الأعلى من هذه الناحية يعني ينظر له نظرة أبوه ومن هذا ينظر طيب أنا أبحث في دلالات هذا التوجيه هل تم الالتزام به أم تم تجاوزه وإذا كان المشهد يقول لنا أن هذه النقاط التي تفضلت بها جنابك تم تجاوزها ما دلالات ذلك أيضا أنا بيّنت لجنابك أنا باعتقاده بحسب متابعتي واستقصائي أن خطاب سماحة المرجع الأعلى كثير من خطابه كثير منه بتقديري لا يحظى باستجابه إلى الدرجة التي يرغب بها سماحة المرجع الأعلى من السياسي أبداً الاستجابة تأتي انتقائية ودائماً تعرف لأن السياسيين لهم مرجعيات أخرى يؤمنون بها ويرجعون لها فهم يحاولون تقصد مرجعيات دينية طبعاً يحاولون استدعاء خطاب المرجع الأعلى ويحاولون قراءته وإعادة قراءته مرة أخرى ويحاولون تأويل دلالاته فيوظفون هذا التأويل وهذه الدلالات ويحاولون حتى يخاطبون جمهورهم نزولاً واستجابة لخطاب المرجع الأعلى في الوقت لأن هذه الدلالات مو هي التي عني بها لم تكن مقصودة في خطاب المرجع كثير من المواقف يحاولون عنق لي عنقاً الدلالة في النصوص أو لو لي عنقاً نص من هذه وتوظيفها وتوظيفها من هذه الناحية ليش تفادياً لغضب ولا صخط الأتباع والشارع من هذه الناحية لأن الشارع مع المرجع الأعلى بكل تأكيد الشارع الآن ينظر إلى سماحة السيد السستاني نظرة أبوية لأن السيد السستاني يلامس يلامس الهم العراقي ملامسة واضحة لعلمه بأن المتظاهرين السلميين ولدوا من الرحم المعاناة السياسي الذي له مرجعية أخرى ويحاول لي عنق دلالات النصوص التي تصدر من المرجعية إذا كانت هذه المرجعيات الدينية التي يتبعوها خارج الحدود هل هناك خطورة على القرار السياسي السيادي في العراق؟ ولماذا؟ يعني هذا بحسب النظريات السياسية الإسلامية التي يؤمن بها كثير من الإسلاميين وكلها تقوم على رؤية أممية الإسلام بدأت من المدرسة الإخوانية التي هي أساس البلاء في هذا الفهم الفكري والعكدي كل ما ترد من أبو الأعلى المودودي وأمشي من المودودي الذي أسس الجاهلية وبدأ بتأسيس الإخوان المسلمين في بداية القرن الفائت 1929 حسد البنة محمد رشيد رضي وصولا إلى سيد قطب إلى سيد قطب رحمه الله جميعا هؤلاء كانت لهم آراء وقراءات ونظريات بالمخرجات تتشابه حتى المذاهب الأخرى الإسلامية أممية الإسلام تتشابههم فيها الجانب الحركي والسياسي والتنظيمي والشوروي لذلك كل ما تروح تقوم بهم مجلس شورة يعني حتى الهياكل التنظيمية عناوينها تتماها فيما بينها غير داخذون من النص مخدس ولغة التكفير واحدة يعني تدري أنه سيد قطب رحمه الله أسس ثقافة التكفير ونظر لها وأصل لها أصل لها ونظر واستدعى نصوصا هذه النصوص وظفها تأصيلا على التكفير وحاول إشاعة التكفير بنحو كبير وكثير من الجماعات الإرهابية الآن تستمد تأصيلاتها مما تركه المرحوم قطب من كتابات متعلقة بالعقيدة يعني وكذلك الندوي وكذلك فتح يكنوى كل هذه الأسماء التي جاءت يعني حتى لا يأخذنا الوقت سمعة السيد في إضاءات نستثمر وجودك ماكو عندنا أحزاب سياسية تولت السلطة وأخذت مواقع مهمة وهي في ربما فلسفتها في التأسيس أخذت ونهلت من هذا المشرب يعني أي مو أنا جايك بس تماطعت نعطوك أنا والله أحاول على الوقت تفضل مسترسل يعني تفضل هذا تواصل مع كل هذا الخطاب أي كل هذه الأحزاب والنتوءات والجماعات استلهمت واقتبست تأصيلاتها العقدية والفكرية والحركية وأطرتها في إطار سياسي إسلامي واعتقدت أنها استحضرت كافة المبررات الشرعية التي تلزمها بقيام كيان سياسي لدولة وجعلت الإسلام هو الحل وما عد الإسلام لا وجود لحل فقط الإسلام هو الحل وعلى الآخرين الإدعان لهذه المقولة ومن ثم بدأوا بأحزابهم الفاشلة التي ثبت فشلها وإخفاقها وهم اعترفوا بفشلهم من هذه الناحية على مستوى العراق والمنطقة يعني عفوا سيدنا مداخلة لما هذه الأحزاب وصلت إلى السلطة يعني صارت هي في مصدر القرار إذا أخذنا نموذجين يعني في نموذج الأخوان المسلمين أي الراحل محمد مرسي وحزب الدعوة في العراق المنهج اختلف صاروا يعني لا يريدونه ولا يؤمنون بأن الإسلام لا يؤمنون بحاكمية أممية الإسلام لا صار هنا الدور لما صاروا هم صاروا يقولون لا الدولة يجب أن تحكم لا اسمعني هذا كلام ليس مع كل الاحترام ها غير دقي أتمنى عليك أن تعود إلى مرسي الله يرحمه زين شوف مرسي هو الصورة الأوضح والانعكاس الطبيعي لفكر الإخوان حينما طالبه جماعته بماذا طالبه جماعته الذين أحاطوا به من كل جانب يا مرسي طهر مصر طهر 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 اقتل يعني اقتل وطهر وبدأت الشعار أخوانة الدولة بدأت بل بدأت أخوانة الدولة من ألفها ليائها وبدأوا يطالبونه ذو الجماعات المقربة بالمرسي الإخوانية الفكر الإخواني لأنهم عدتهم جماعات تعمل مثل دراكولا مصاصي الدماء غير مرئية هذه الجماعات تعمل بشكل خفي غنوصي ويحاولون بناء فلسفة معينة لإدارة السلطة وهذه الفلسفة مشروع لها أن تقدم كل شيء ومشروع لها أن تقوم بكل شيء لأن الهدف الأسمى والأكبر دونه خرطق دونه وهو بقاء الإسلام والدولة العالية مثل ما في السلطة الأثمانية الدولة العالية ويقتل 19 من أخوانه يجيز له المذهب الذي يعتنقه قتل جميع أخوته وأبنائه طالما أن في قتلهم مصلحة للدولة العالية وهذه المصلحة هم من يقدرونها وهم من يقولون أنها مصلحة الأمر سيان بين هذه وتلك رغم وصولها للسلطة بطريقة شرعية عن طريق الانتخاب رغم الوصول لكن تدري الشعب المصري شعب يمتلك من الوعي والقدرة على التفتة إلى ضرورة التفتة إلى أنه الآن إلى أن مصر في طريقها إلى الهلاك والزوال والدم ولذلك سارع الشعب المصري بهذه الممارسة سارع وين يعني راح سوى انقلاب وانقلب نعم سارع على انقلاب وهذا الحقيقة وأيدة هذا انقلاب حضية بتأييد الشعب المصري بشكل كبير لأن بقاء الأخوان في سدة الحكم وهم بهذا النفس وهذا المزاد شوفوا الأحزاب الإسلامية بشكل عام حسنا أنا مو أقول حينما أقول الدينية هاي شرعية ثورية اسمحني أنا حينما أقول الأحزاب الإسلامية أنا لا أنفي أن الأحزاب غير الدينية ليست فيها ليس فيها خلل لا هاي تفضل أعظم حزب في القرن في العصر الحديث الحزب الشيوعي اعترف أمام الأخير في أكثر من المؤتمر في المؤتمر عشرين معترف واعتذر من الشعب السوفيتي اعتراف واضح تخطأ الأحزاب وتخطأ سياساتها من الطبيع جدا يحصل معها الخطأ طيب لكن في الأحزاب الإسلامية لأن معمورتنا مبتلية بالأحزاب الإسلامية طيب لأن ابتلاع من الربيع العربي يسموه يا ربيع وربيع أخواني ربيع حمل الأخوان وحمل التيارات الإسلامية المتطرفة بجميع أنساقها وها هي قدموا النهاية النماذج لأمامك الآن وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ولم يكن في الإسلام ما من هذه الدماء بعد 2003 شو تسمي هذا ذاك ربيع أخواني الأحزاب اللي حكمة العراق من 2005 في انتخابات يعني أجريت إلى اليوم شو تسمي هذا ربيع شو هي كل الأحزاب ألفت نظرك إلى قضية أساسية الأحزاب الإسلامية بشكل عام ذكرت لك أنهم يتماهون فيما بينهم مع الأخوان المسلمين هم كلهم يستمدون عقيدتهم من رحم فكرة واحد لذلك هذه الأحزاب تريد الإمساك بالسلطة وتمتلك ما يبرر ذلك تبريرا دينيا وعقديا هي تعتقد أن وجودها حينما تخاطب أتباحها بأنه لو إحنا لو طوفان بعد ما ليس لنا خيار بدليل إذا راحت من يمنى تروح من المذهب بالطائفة يعني شعبس أنتوا شيعة وتروح أنتوا شيعة وغيركم شيعة مثلا يعني يعني حينما يخاطب وأن الآخرين إذا رحنا إحنا وانطيناها إحنا راحت من الطائفة جميعا وكذلك الطائفة الأخرى هم يخاطبون أتباحهم ترى إذا ما تنتخبوننا وما تجيبوننا ترى رح يجوني شيعة كتلكم وعلى هذا المنوال وعلى هذه القضية كأنما كل مشروعهم الفكري وكل برنامو يقوم على أساس تقديم هذه النظرية الأملاقة والخارقة لو إحنا لو ما كو غيرنا يعني طيب أنت مو أنت تؤمن بالنظمة الديمقراطية وتقول أن التداول السلمي السلطة جاهل خلو ليش ما تقول التداول السلمي للسلطة قد يأتي بشيعة آخرين أو بسنة آخرين أو بعراقيين آخرين شو معنى أنت تعتقد أن الآخرين هو سرقة للسلطة والحكم ليش سرقة للسلطة الآخرون قد يأتون بطريقة أصولية ودستورية هاي الآخرون أيضا وردت في في نص لخطوة المرجعية بواحدة من أنا قد لا أميل إلى الآخرين أنه البعض البعض ذهب بها إلى أبعد من ذلك واعتقد أن يقصد بها جماعة مذهبية وقال لا الآخرين يقصد بها سماحة المرجع بحسب فهمي يعني بما أن العراق نظام السياسي نظام ديمقراطي بمعنى أن التداول السلمي للسلطة يقتضي وبحسب الممارسة الدستورية يقتضي أن هناك انتخابات والانتخابات في كل مرة بكل تأكيد تأتي بوجوه جديد وهم آخرون حيث المبدأ سيدنا يمكن للفقيه أن يؤمن بالانتخابات الديمقراطية القائمة على أساس الحاصد لأعلى الأصوات أن يكون هو طبعا الفقهاء الذين يعتقدون بولاية الأمة على نفسها يؤمنون ليش لا وهم كثر وأكثر أكثر فقهاء الطائف الشيئي هكذا يعني لا يقلون بالولاية العامة المطلقة 99% من الفقهاء الطائف الشيئي لا يقلون بالولاية العامة المطلقة هناك إشكالية يقولون الأحزاب الإسلامية سمعت السيد على رأسها إما زعيم أمين عام سميها ماشيت لسنوات عدة أكثر من عشر سنوات لم تمارس الانتخابات ولم تحدث تغييرا على هيكليتها وحتى إذا تغيرت في مسمياتها وشكلها ولونها يبقى الرمز أو الزعيم أو الأمين العام هو ذاته ولكنها تريد أن تأتي للانتخابات تشارك فيها وتقول أنها تؤمن بالديمقراطية ماذا نفكر هذا المجهد باختصار أشوف اللغة الرمزية أين وجدت وجدت في المجال والميدان الديني مثلما أن التطرف وجده في المجال الديني ولذلك رمزية الرمزية الدينية في الغالب ما ينحل رمزية دينية وشخصة دينية ويحاولون يحاولون تكريس وجود شخص معين وإضفاء شيء من المبررات الشرعية وهو ديكتاتور بطريقة مشارعنة جيد يعني ونسق من الدكتاتورية لكن هاي الدكتاتورية تمتلك غطاء شرعي وعقدي يخفف من اكتشاف الآخرين بسهولة أنها ديكتاتورية وإلا في الوقتاتورية وإلا أنت تمارس أنت تمارس سلطة تمارس سلطة بكل تأكيد بفردية أنت كفرد تمارس سلطة وقرار وتعطى القرار من هذه الناحية وتتفرد في القرار بدعوة أنك رجل تمتلك من التراكم والخبرة وأن عندك تاريخك الجهادي وعلى الآخرين في الحجب أن لا يفكروا بانتخاب غيرك أصلا هي آلية الانتخابات وآلية الآلية الديمقراطية أصل الأحزاب الإسلامية بطبيعة الحال إلى وقت قريب لم تقوم في أيام المعارضة مؤمنوا بها من صاروا بالسلطة آمنوا بها ما هذا الإشكال اللي يريد توصل لها سمعت السيد بكل تأكيد هاي الازدواجي وإلا في المعارضة كانوا ينتقدون ويشنون هجوم كبير على ما يسمى بالديمقراطية إذ لا ولاية يعني يعتقدون بعدم ولاية الأمة على نفسها حتى من أحزاب تولتت يعني صارت بالسلطة وآخرت القرار الآن وصارت تؤمن بالديمقراطية كل الأحزاب الإسلامية التي خرجت من رحمة الإخوان ومن فهم الإخوان إلى حد كبير هسا أنا ما أقول متطابقة مع الإخوان بس جميع الأحزاب الإسلامية بكل تأكيد استجعت من الفكر الإخواني الكثير أصلا في أيام المعارضة كان لهم خطاب آخر مزاج آخر تصسلوك آخر كانوا حالمين أكثر أكثر مثالية في الرؤية وأكثر بس حينما تولوا السلطة تولوا السلطة سوى أينما تميل الديمقراطية يزعمون أنهم أهل الديمقراطية والتداول السلمي وحقوق الإنسان طيب هذا على مستوى التداول السلمي للسلطة ربما تماشوا ولكن ربما يعني عندنا دقيقتين سمعت السيد مر الوقت سريعا يا جنابك السؤال في يعني موضوعة يعني النزاهة هل كانوا بمستوى الشعارات التي ترفع هل كانوا بمستوى المبادئ التي كانوا يتحدثون بها هذا الكلام في هذا الموضوع مخجل ومخزن إلى حد كبير وهذه تثبته الوقائع ومجريات الأحداث للاسف تخيل العراق تحول إلى فساد فيه بلد وليس بلدا فيه فساد تخيل يعني تحول العراق إلى بلد جياع بلد ينخر به الفقر بهذا المستوى الذي تراه بحسب الحصائيات الرسمية لمنظمات أممية في مقابل ثراء في مقابل ثراء فاحش هناك طبقية صارت قاتلة أمراء الحروب نشأوا من هذه الناحية الفقر الأمية تراجع تراجع مستويات الوعي بشكل كبير إقصاء النخب عن مواقعها وعن أداءها وعن دورها ولذا أهاب سماحة السيد سناب ضرورة أن تتولى النخب إعادة تنظيم صفوفها لأن تحاول أن تجد لها موقعا في المشهد السياسي القادم ودعاهم وحفهم إلى هذه المعنى وتغيبهم ينبغي لا يستمر طويلا كل هذه الأحداث التي شهدها العراق بسبب من بكل تأكيد الذي يتولى السلطة في العراق منذ 2003 إلى حد الآن بشكل كبير هي الأحساب الإسلامية والجماعات الإسلامية ومن يؤمنون بأن الإسلام هو الحال وبمجالس الشورى التي يؤمنون بها ويعقدون بها اجتماعات ونحو ذلك وكل وأنا الآن أنا الآن كفقي أيضا أنا الآن خارج هذا الجسم لا ينظرون إلي بوصفي من من هذه المؤسسة بل على الأكس طالما أنني أتبنى رأيا لا ينسجم مع توجهاتهم إذن أنا بعيد عنه وإلا في الواقع بل الذي قدموه تفضل هذه مجرية الأحداث شكرا لك سمحت سيد رحيم أبرغيف بفكر العراقي ونتمنى لك عاما سعيدا جديدا مليئا بإضاءات فكرية مجتمرة شكرا لك وتمنياتي لك ولجميع العراقيين يا رب أن يرفع عنهم هذه الغمة وأن يرفع لهم سعداء دائما إن شاء الله شكرا لهذه الإطلالة في حديث البلد شكرا لك حياك مشاهدين الكرام في ختام حلقة الليلة لم تكن هناك مقدمة لحلقة اليوم قبل عام من الآن ذكرنا في حديث البلد مقدمة حالها لم يتغير كل عام أنت بخير شوفكم في حديث بلد جديد في مال ترجمة نانسي قنقر